السلام عليكم هذه أنواع فئة من الطيور أشبه بعمال نظافة وربما أفضل إذا أخذتها في الاعتبار أنها تأتي إلينا مهاجرة تقدم خدماتها بالمجان وتمضي بلا تأشيرات ولا جوازات ولا تكليف رواتب وإعاش أو سكن كلها تألف البيئات الرطبة والمسطحات المائية لكن لا يدر البعض أنها قد تعبر حتى البيئات الجافة وتنزل إلى الأرض أو تقع على الأشجار في المناطق البرية الواقعة في مسارات إجراتها مضطرة إلى قراء وقت للراحة والغذاء سأبير الميزة الأفضل لكل نوع بما فيها الأخير وهو يلحق الإبل متتبعا حشرة البرادة المطفلة عليها كي يأكلها سأذكر في التعليق أبرز الأسماء الدارجة والشعبية لهذه الطيور لكن سأكتب هنا أسماءها العلمية لمن يريد مزيدا من البحث عن خصائصها ومزاياها وفوائدها أبدأ بما نسميها الغرنوق الغضيسي هو من أبرز أنواع البلشنات التي تأتي في مواسم الهجرة بهيئة إسراب وهي مثل كل الطيور عامة وهابها الله سرعة حرق الطعام كي تكسب الطاقة التي تعينها على الطيران ولذلك فهي لا تتوقف عن الأكل ودقق في هذه الصور سترى حشرات تطفو على سطح الماء ولو ركزت الكاميرا عليه بعض الوقت لشاهدنا كيف يكنسها أو يلتهمها كلها مع أنه مثل بقية الغرنوق التي ستأتي بعدها تعتمد في غذائها مع الحشرات على الأسماك وأيضا القوارض بل بعضها يأكل حتى الثعابين تصور وهذا مالك الحزينة والمالك من أشد هذه الأنواع في الحذر من حركة البشر ومن أشرسها حيث يهجم على الطيور ويأكلها وهو أكثرها جرأة في التفتيش عن القوارض ولو صادف الثعابين فيبتلعها أما هذا النوع فهو بنفس صفات الغرنوق في السلوك والغذاء ويسميه بعض خبراء الصيد الذين لا يأكلون الغرنوق والموالك بسبب رائحة غير مقبولة في لحومها يسمونه الرهو والرهو والعطر مع أن الرهو أو الكرك نوع آخر يعتمد في غذائه على الحبوب والنباتات ولا يصنف ضمن فئة البلشونات أو الموالك والغرميك وهنا الغرنوق الصغير أو الغرنوق الزنجي لا يختلف كثيرا عن بقية الأنواع في الغذاء ويشبهه نوع آخر في الهيئة وبياض اللون وهو هذا الغرنوق المميز بكبر حجم ملفت أما هذا النوع فيمكن وصفه بأنه الأكفأ من بين هؤلاء العمال هذا الغرنوق نوع يسمى أبو قردان أو غرنوق البقر حيث يتميز بتتبع الماشا وأحيانا يقع على ظهورها يفتش عن حشرات القراد وينزعها بمنقاره من جلودها وأكثر من يرحب بهذا النوع المزارعون ولهذا يوصف في بعض الدول العربية بصديق الفلاح لأنه إذا حل في حقل فلن يتوقف عن التفتيش عن كل أنواع الحشرات والأفات الزراعية مساعدا في تخليص المزارع منها وهذا النوع من تلك التي نراها ليس فقط في البيئات الرطبة والمسطحات المائية التي تفضلها عن غيرها بل تعبر أحيانا حتى البيئات الجافة خلال مواسم هجراتها غراب الليل وبطلشة أجمل ما في هذه الأنواع وغيرها من الطيور ونحن نعرف أنها تأتي من قارات بعيدة عابرة المحيطات لتمضي بعض الوقت عندنا وهي تكنس حشرات وقوارض أو تبحث عن غذائها بسلوكها الطبيعي فتساهم أو تساعد في التوازن بين المخلوقات الفطرية بحيث يبقى كل نوع في حدوده لا يطغى على غيره كل هذا محفز إلى التأمل في عظمة خلقها وقدراتها ومهاراتها ورحلاتها وطبيعة غذائها فسبحان القائل عز وجل وأنبتنا فيها من كل شيء موزون